إذن هو عمل دقوب مستمر على كافة الأصعادة الرياضية الإدارية الإنشائية العمل لا يتوقف لأن النادي الأهلي مؤسسة يدار إدارة مؤسسية يغيب رئيس النادي لكن النادي بمجلس إدارته يمشي قدما على البرنامج المحتوط بدقة حركة إنشائية في كل اتجاح لخدمة الأعضاء واستقطاب أعضاء جدد في مناطق جديدة شرعين الأهلي تمتد بكل نجاح في أماكن تحتاجها وتطوق إليها شرعين الأهلي تمتد إلى كل الأماكن التي تحتاج إليها رغبة في الإعمار والإنماء علشان كده كان فيه اجتماع بارح مهم في النادي الأهلي لللجنة المكلفة من مجلس الإدارة بمتابعة دراسة الجدوى الخاصة بإمكانية فتح فرع للنادي الأهلي في العالمين حضر الأستاذ فرج عامر باعتباره ممثل للمستثمرين بالقطعة الأرض المخصصة ومعه المهندس خالد عبد العزيز بصفته أيضا مسؤول عن المشروع الاستثماري من قبل المستثمرين مع الأستاذ فرج عامر ومن النادي الأهلي رحب بالضيوف الكبار الأستاذ العامري فاروق نائب رئيس النادي والمهندس خالد مرتاجي أمين السندوق والأستاذ محمد الغزاوي والأستاذ محمد الجرحي عضو مجلس الإدارة دار الاجتماع حوالين دراسة المشروع من الأصل وفكرته إزاي واللجنة المكلفة من مجلس الإدارة بعد ما استمعت إلى كل التصورات من قبل المستثمرين الأستاذ فرج عامر وأيضا معه المهندس خالد عبد العزيز سيتم طرح الأمر على مجلس إدارة النادي في اجتماع قادم برئاسة الكابتن محمود الخطيب لدراسة الأمر بمجماله والجدوى منه كمان موجود شخص أهلاوي جميل رجل أعمال سكندري ومن كبار رجال التشييد السيد حسين خليفة السيد حسين خليفة موجود أول واحد قبل خالد عبد العزيز قبل ما يكون سكندريان ده أهلاوي 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 طبعا ويقدم رجل الأعمال الأهلاوي طبعا لأنه رجل ده يعني حتى في مجال المسندة مع النادي الأهلي والمدر الكبير في الإنارة نلعب التشييد مؤكد فأنا بقول التنوع ده الموجود والخبرات دي والمواتش خالد عبد العزيز بصفتيه مستشارا هندسيا من قبل المستثمرين من قبل المستثمرين هناك دي عملية تسليم واستلام مهمة جدا ما بتحصلش كتير يعني صاحب المشروع القديم يسلمه إلى النادي الأهلي بيقدم له جدواء بيقول ولد المجموعة اللي درست معايا لو تحب تعرف إحنا إحنا وصلنا لإيه تستفيد مننا أو من اللي وصلنا له ده في إيه هو يمكن كمان صورة بترد على تساؤلات كتيرة إيه اللي جابه الصورة انتشرت في سوشيال ميديا ممناسبة إيه ممناسبة إيه ممناسبة إن نادي الأهلي يدرس بجدية أه أه الخامس في العالمين إذن الأمر تحت الدراسة اللجنة المكلفة من مجلس الإدارة ستبحث الأمر وتنقل دراسة جدوى للكابت المخطيب ومجلس الإدارة لاتخاذ أستاذ البره يعني ما بيردش على إن إحنا مش فاضين للغو اللي بيحصل ده والصغائر اللي عمالة تحصل وتلقيح الكلام والكلام اللي هو ولا نستنى في معاده نستنى في معاده